موسيقى هذا التساؤل على السيد الرئيس الجلسة أنادك الذي قال لنا على أساس أن حفاظاً على سلامة الناس وعلى الحاجة للناس للمرافق الصحية فتم تفويت ديالها لبعض الجمعيات للتدبير ديالها والسؤال المطروح اليوم تفويت دم أزيد من سنة ونصف المداخل انتاع المرافق الصحية ما عرفنا كيف يأخذها وكيف الجمعية تتأخذ المداخل ولا الجماعة التي تتأخذ هذه المداخل وهذا تسألو على كيفية تفويت هذه الجماعة في إطار القانون 113-114 التي يلزم الصفقات العمومية خصوص الصفقات المتعلقة بالجماعات المحلية طبعاً كلنا تنفتخره بالمركب التجاري سوق الحد كمعلامة تجارية وسياحية واقتصادية التي تتميز بها مدينة أكادير هذا السوق اليوم ملجأ لكل زوار المدينة سواء على مستوى المحلي أو الوطني أو الدولي ولهذا تدبير دياله تخصي يكون تدبير محكم وتكون إدارة حازمة في تدبير دياله وتكون سلطة حازمة في تدبير دياله بحيث أن الباعة المتجويلين اللي يشويهون السوق خصوصاً من الداخل تخصي يتلقى لهم شي حل جدري في داخل السقرة ما يمكن لنا شيء نخسر أموال طائلة لفاق 18 مليار على السوق الحد واليوم نجي ونجي ونجي أن الزوار لا يلقوا شي حتى الطريق في أين يدوزه بالفعل الصحيح أن الجماعة قامت بواحدة مجموعة من الخطوات ولكن ما سيش يمكن تكون إلى ما كانت يعني خطوات صحيحة وحقيقية وزجرية لتنظيم هذا المرفق بشي تعتوى هذه الصورة حية كذلك السوق يتم المراقبة نتعى الأسعار دياله ولهذا هذه رسالة للقسم الاقتصادي والاجتماعي والمركز السلامة الصحية لكي تكون مراقبات دورية للسوق بحيث أن السوق قبلة للسياح والسياح تتعرض للمجموعة من المسائل التي تشين السمعة من سياحة من المغرب ترجمة نانسي قنقر